سيد كاميرون حاليا كيف ينظر المجتمع الدولي لحميتي حاليا هو متمرد داعم للمدنيين وما المكاسب التي في نظرك يتوقع حميتي الآن وما هي المرجعية أيضا لحميتي التي يعتمد عليها أولا علينا أن نعترف أنه عبر عزل حميتي ومعاقبته لسنوات أعتقد أن المجتمع الدولي قد شرعن موقعه في البلاد وحكمه للبلاد مما سمح له بالاستمرار في هذه العملية عملية العلاقات العامة لإعادة تجديد موقعه والتحول من متمرد إلى لاعب سياسي مشروع لديه علاقات ديبلوماسية ويبدي رأيه حول كل الأمور وهو لديه مقعد على الطاولة وطاولة المفاوضات مع الجيش وأعتقد أن ما أدى إلى ما نراه الآن هو أن بعض المتشددين في القوات المسلحة لا يعتبرون أن قوات الدعم السريع وحميتي هم قوات حق لهم المشاركة في إدارة البلاد أعتقد أن عدم الضغط على حميتي وعزله قد عزز من موقعه وقوه وهو يحاول أن يحول نفسه إلى رجل سياسة وأن يقرب نفسه من قضية الثورة أن يظهر أنه لديه شعبية وهو يمثل الشعب وكذلك المهمشين في نهاية المطاف ما نراه اليوم هو حميتي الحقيقي وهو على استعداد لإدرامي النار في البلاد لحماية مصارحه الخاصة